الأمازيه المعروفين باسم البربر هم السكان الأصليون لشمال إفريقيا ينحدرون من سكان المنطقة قبل القرن الثامن قبل الميلاد وقد أسسوا ثقافة غنية وحيوية كانت حجر الزاوية في تاريخ شمال إفريقيا لآلاف السنين أقدم مثال على التاريخ الأمازيلي موجود في شكل مكتوب من القرن التاسع أو العشر قبل الميلاد حيث تم العثور على نقوش أمازيرية في برقة وهي مستوطنة يونية استعمارية قديمة في ليبيا الحالية مع بداية العصل المشترك سيطر الأمازيه على جزء كبير من المنطقة على الرغم من أنهم لم يكنوا اتحدين كامبراطورية أو دولة واحدة بدلا من ذلك كان الأمازيغ قبائل منعزلة ولكل منها لغتها وعاداتها ودياناتها شهل تطور الامبراطورية الرومانية في شمال إفريقيا اتصالا متزايدا بالأمازيغ مع العالم الغربي من خلال تبادل الأعادات والتكنولوجيات والأديان الجديدة كانت المسيحية جذابة بشكل خاص للعديد من الأمازيغ الذين اعتنقوها بسبب وعدها بالنعمة الإلهية في منطقة كانت معادية وغير رطيفة تم استيعاب هذه المجتمعات تدريجيا في الامبراطورية الرومانية والتي تعززت مع ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي مع انتشار الإسلام في شمال إفريقيا أدى إلى تشكيل الدول للأمازيغية الأول بما في ذلك منتف نوديا التي وحدت معنى المنطقة وكانت من أوائل الدول التي اعتنقت الإسلام أتحت الثقافة الإسلامية للمنطقة للأمازيغ بفرصة للتعبير عن هويتهم بطريقة مسيطر عليها وقوية سياسيا كما تم تشكيل ثقافة الشعب الأمازيغي وتقاليده بشكل أكبر مع صعود الامبراطورية العثمانية في القرن السلس عشر مما جاب التحديات والفرصة إلى المنطقة منذ أواخر القرن التاسع عشر ناضل الأمازيغ من أجل حقهم في تقرير المصير وفي السنوات الأخيرة أتيحت لهم الفرصة للتعبير عن ثقافتهم من خلال تعبئة الهوية الوطنية الأمازيغية واتم التعبير عن ذلك من خلال لغة وأدب الشعب الأمازيغي حيث قام بعض الكتاب والمفكرين باستعادة التراث الأمازيغي والعمل على ضمان حماية لغة إردادهم اليوم يعد الأمازيغ جزءا لا يتجزأ من النشهد في شمال إفريقيا ويظلون بمثابة معيار مهم لفهم التاريخ الثقافي الغني المنطقة يستمرون في الهام ثقافة المنطقة وآدابها والتأثير عليها ويقدمون رؤية حيوية حول تاريخها وتقاليدها